تتصاعد حدة التوتر والمواجهة بين كوريا الديمقراطية وواشنطن على خلفية استمرار كوريا الديمقراطية في تطوير برنامجها الصاروخي البالستي تبادل التهديدات بين بيونج يانج وواشنطن مستمر وقد وصل حد التلويح باستخدام القوة كوريا الديمقراطية تبحث بشكل جدي توجيه ضربة صاروخية على منشآت عسكرية أمريكية في جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادي وكالة الأنباء المركزية أكدت هذا الأمر وكشفت أن خبراء القيادة الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري يبحثون حاليا بجدية الخطة التنفيذية لقصف المناطق حول جوام بصواريخ باليستية استراتيجية متوسطة إلى طويلة المدى تستهدف أكبر قواعد عسكرية أمريكية في الجزيرة بينها قاعدة أندرسون للقوات الجوية التي تحتضن قاذفات استراتيجية الوكالة أوضحت أن توجيه الضربة إلى القواعد الأمريكية سيدخل حيز التنفيذ فور اتخاذ الزعيم كيم جونغ أون قرارا بهذا الصدد وذلك بسبب الاستفزازات الأمريكية اليابانية من جهته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الاعتداءات على قوام هو بمثابة اعتداء على أمريكا سنرد على بيونغ يانج بنار وغضب لم يشهد ما العالم أول أمر أصدرته منذ تولية الرئاسة كان يتعلق بتحديث وتجديد الترسانة النووية الأمريكية وهذه الترسانة أصبحت الآن أقوى بكثير من أي وقت مضى ترامب صعد من لهجة التهديدات وأكد أنه سيتم الرد على كوريا ديمقراطية بنار لم يشهدها العالم إذا هددت الولايات المتحدة مرة أخرى حسب تعبيره لكن يبدو أن ما قاله ترامب لا يمثل رأي كل الأمريكيين حتى الجمهوريين منهم السيناتور الجمهوري جون ماكين سارع إلى رفض ما قاله ترامب مشاككا بقدرته على ضرب بيونج يانجا ومشددا على الرئيس الأمريكي أن يفي بوعوده